سلاح ضوح الدين فلغين عن استخدام الانترنت في مصاري تعليم وتطوير الأطفال ولكن هناك مخاطرة بالغة على غياب الرقابة وتحجيم الفضاء الافتراضي الوسع أمام الأطفال خاصة خلال العملية التعليمية تظهر الأبحاث عن الأطفال الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الانترنت لديهم مهارات لغوية متقدمة وفهم أفضل للتكنولوجيا وحتى مهارات تنمية اجتماعية متقدمة وتتعدد مزايا إطاقة وصول الأطفال للانترنت خلال المرحلة التعليمية إذ يمكنهم من البحث والاطلاع ويساعدهم في أداء واجباتهم المدرسية والتواصل مع المعلمين والأطفال الآخرين واستخدام الألعاب التفاعلية ومع ذلك فإن كثرة استخدام الانترنت أو حتى الوصول إلى الانترنت غير الخاضع للرقابة له تأثير عكسي خبراء التعليم تطرقوا كثيرا إلى كيفية خلق توزن صحي للأطفال بدءا من سن مبكرة بحيث تستمر العادات مع تقدمهم في العمر والتي تستند في الأساس إلى مرح الأطفال الثقة الكافية والوصول الآمن الذي يحتاجون إليها على الانترنت ولكن ضمن إطار وقائي يمكنهم من التعلم والانطلاق في الفضاء الحسوبي بالتوازي مع حمايتهم من خطر الانترنت وتسعى هذه الاستراتيجية إلى زيادة الوعي وتعزيز محو الأومية الرقمية بين القصرين وأولياء الأمور والمعلمين ولا ينصح الخبراء بتعميم هذه التجربة في المنزل فقط بل من الضروري الحرص على امتداد هذا الإطار الوقائي إلى المدرسة وحتى المجتمع الذي يخالطه الأطفال ترجمة نانسي قنقر